السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة حنبدأ نحلم مع بعض وحنبدأ بأول question the opposite figure illustrates a diagrammatic section in the stem of a dicot plant in which of the following tissues does sugar transfer طبعا احنا عارفين ان الشجر ده اللي هو made food after photosynthesis فطبعا ده اللي بيعمل له transfer هنا هو الفلويم الفلويم ما كانه فين هنا اللي هو number B علشان ده اللي هو الفلويم بيبقى directed outward اما الزايلن بيبقى directed to the inside question 2 بيقول لي the blood that is carried by the arterials inside the lung contains digestive food ولا higher percentage of oxygen than carbon dioxide ولا العكس carbon dioxide more than oxygen ولا equal percentage من carbon dioxide than oxygen عشان نجاوب بسرعة كده حنرجع للهارت والتركيب بتاعه ادي الهارت وادي الفورتشامبرز احنا بنكلم على الارتيريالز اللي رايحة لللونج طيب هي بتبدأ منين بتبدأ من هنا من المكان ده كده ده اللي هيعمل البرانشينج ده اللي هو البلمونري ارتري عشان يروح للتو لانجز احنا عارفين هنا انه الجزء ده اللي هو الرايت دانتريكل الرايت ده بيبقى فيه دي اكسيجينيت بلد اه طبعا الارتيريال الارتريز البلمونري ارتري ده حيتفرع يبقى برانشز كده اسمها ارتيريالز فاكيد الارتيريالز دي برضو كارينج للدي اكسيجينيت بلد اللي لسه هيبدأ يعمل الاكسيجينج يطلع الكربون دايكسايد وياخد الاكسيجين عشان يجمعها فيه البلمونري اه هيز اللي هترجع للهورت يبقى معنى كده ان الارتيريالز اللي طلع من الرايت آآ اه هتكون اه كارينج لكربون دايكسايد مور دان اكسيجين الارتيريال خليبالك هنا عشان البلمونري ارتري هو الارتري الوحيد اللي طالع من الهورت بيكون فيه يعني بيكون فيه وما فوش اكسجين. التاني هو الارتري الوحيد اللي طالع من الهارت بيكون فيه. فيبقى الاجابة بتاعتنا هنا هيكون ان كمية اللي موجودة فيه اعلى بكتير من كمية الاكسجين. آآ لحد ما يحصل في اللانجز ويجمع في اللي هترجع هنا. البالموني ري فينز الاربعة دول اللي بيرجعوا على اللفت اتريم. question 3 the number of removed electrons from one molecule of glucose which contribute by their transfer from a higher energy level to a lower energy level in the electron transported chain is. طيب هو هنا عايز يعرف the number of electrons اللي هتطلع لي من one molecule من الغلوكوز اثناء الالكترون transported chain. الالكترون transported chain زي ما انت عارف هي كان بينزل عليها الالكترونز. آآ واسناء بتاعها هنا بيطلع لي كمية من طيب عشان نحل السؤال ده يبقى احنا لازم هنشتغل على مين اللي بيبقى على في الالكترون ترانس بورتشين اللي هي الناد اتش والفاد اتش تو. آآ طيب الناد اتش احنا عارفين هنا في بوند هنا. آآ البوند دي عبارة عن تو الالكترونز. البوند هنا فيها تو الالكترونز. والفاد اتش تو برضو الهايدروجين هنا ما بين الهايدروجين والهايدروجين آآ اتم كان في ايه? كان في برضو تو الالكترونز. يعني معنى كده ان في كل بوند من دول كان في ايه? تو الالكترونز. طيب يا ترى انا كان عندي كام من الناد اتش اللي بيطلع لي من احنا حلنا اسئلة كتير على الموضوع ده. وقلنا ان احنا كان بيطلع عندنا من الناد اتش. وعندنا من كل منهم بيطلع لي يبقى معنا كده يبقى ده هيطلع لي من الناد اتش. طيب كان بيطلع لي منها كم واحدة? كان بيطلع لي منها اتنين من على بعضه. اتنين في كم الالكترون موجودين? في 2 الالكترونز لكل موليكل. يبقى هنا في 4. يبقى هنا في ايه? 4 الالكترونز بيطلعو لي من الفاد اتش 2. يبقى الوفيرول amount of electrons هما 20 من الناد اتش و4 من الفاد اتش 2. يبقى حيطلع لي 24 الالكترون ويبقى الاختيار بتاعنا هو number B. 24 الالكترون. question 4. some of the patients who have digestion complications suffer from the gastroesophageal reflux which causes severe inflammation in the esophagus. this is due to a disturbance in the part number. طيب الجسر اصفجية reflux يعني معنى كده ان ال HCL اللي موجود جوه الاستمك بيبدأ يحصل له release فوق في منطقة الاصافيكس وده اللي بيسبب حاجة اسمها heart burning او الحموضة او الحرقان في السدر. طبعا ال reflux ده مش هيحصل الا لو كان في ضعف فيه السفنكتر اللي موجود او الصمام اللي موجود هنا ما بين الاستمك والأصافيكس اللي هو اللي احنا بنسمي ايه اللي هو الكاردياك سفنكتر. طيب الاجابة بتاعتنا هتكون number B. question number 5. بيقول لي which of the following valves determined the blood root which contains the highest percentage of oxymoglobin substance. مين من الفالفز اللي موجودة قدامنا دي اللي هتبقى مصار هيعدي فيه البلود اللي فيه اكبر كمية من الاكسيموجلبان. يعني ايه اكسيموجلبان? يعني الاكسيجينيتد بلود. تعالى بسرعة كده ترسم الهارت قدامك لما يجي لك السؤال ده عشان ما اتلغبطش الدنيا. انا عندي هنا في valves اللي هي ال bi casped valve. وعندي هنا tri casped valve. وعندي ده الاورتة. بيبقى فيه هنا ااورتك valve. وعندي هنا ال pulmonary artery. انا عاملا بالازر عشان ده بيبقى دي اكسيجينيتد وبيبقى فيه ال ايه ال pulmonary valve. طيب هو عايز الaiely oxygينيت او اكسيهيموجلبان substance. المكان فين زي ما انتا شايف كده اا المفروض انه هو بيعدي الاكسيجينيتد اللي جاي لمن اللانكز هيعدي من المصار ده كده. هيعدي على barn Cara او المترال فالف وبعدين يعدي على الاورطة علشان يروح يتوبي ديستريبيوتد ثرو اول دا بادي بارتز يبقى هنا الاختيار بتاعنا حيكون ايه البايكا سبيد فالف اند اورتك فالف لان هما دول المكان اللي فيه الاكسيجينيتد بلد اه كوستان سيكس ويشوف دا فولوين جيفز هايست بلد براشر ان اورطة اه هايست بلد براشر هل الرايت اتريم كنتركشن ولا الف تأتريم كنتركشن ولا الرايت بانتريكال كنتركشن ولا الليفت بانتريكال كنتركشن طبعا اعلى بلد براشر نتيجة الكنتركشن بتاعك اسجب دا ليه لان دا الي هيوزع علىabile بادي بارتز من خلال الاورطة آا يبقى دا مين دا الي هو الليفت بانتريكال كنتركشن آآ question 7 which of the following substances doesn't transfer through the plant transport system هل الوطر طبعا الوطر transported through xylem الجلوكوز الجلوكوز ده اللي هو الميت فود اللي هو transported by the floym السليلوز السليلوز هو ده مش حاجة مش سبسنز لا ابزوربد ولا ميت السليلوز ده is one of the structures اللي موجودة على السلوول ذات نفسه سواء في السلوول او في الثيكنينج اللي بتحصل في الكولينكايمة لكنه not transported الماغنيسيام ده منرال سولس طبعا ابزوربد بايدروت سيستم وبتتنقل عن طريق الزايلة عشان توصل للليفز كمية الاكسجن هتقل بسرعة في انهي مكان طيب احنا عارفين ان الاكسجن بنستخدمه في حالة ايه الاكسجن بيستخدم في حالة respiration هي ده البروسيس اللي هتعمل ايه عملية consumption للأكسجن طيب ام تعالى نشوف كده ام في الفيرست تاست تيوب انا عندي هو هنا بيقولي ده سنيل وده بلانت في وجود ووتر طيب في الست تيست تيوب نمبر ايه انا عندي السنيل لوحده في وجود السان لايت طبعا السنيل ده ما بيعملش فوتو سنسس ولا حاجة ده جست ريسبايرنج فهيستخدم كمية من الاكسجن هنا فيه respiration بس هيستهلك هيعمل consumption للأكسجن في التستي تيوب نامدر بي عندي سنيل ومعاها بلانت في وجود السنلايت طبعا السنيل والبلانت الاتنين بيعملوا respiration بيستهلكوا أكسجن بس في وجود السنلايت هنا بدأ يظهر جنب الrespiration كمان photosynthesis process photosynthesis process دي بتعمل ايه بتعمل production لأكسجن فالأكسجن produced by photosynthesis هيبدأ يعمل ايه يزود كمية الأكسجن اللي موجودة في التستي تيوب يبقى photosynthesis هنا هتزود لنا الأكسجن أو يعود يعمل replacement للأكسجن used by respiration التستي تيوب سي احنا هنا مستخدمين black cover يعني مفيش photosynthesis التستي تيوب سي هنا فيها سنيل بس فبرضو هيعمل respiration وهيستهلك الأكسجن اللي موجود جوه التستي تيوب نامبر دي فيها سنيل ومعاه plant بس احنا عاملين covering هنا فالبلانت هنا مش عامل photosynthesis مفيش photosynthesis process في الحالة دي لكن عندي two organisms two living organisms respiring هنا في التستي تي تيوب نامبر ايه كان بس السنيل هو اللي بيعمل respiration وفي التستي تي تيوب نامبر سي كان بس السنيل هو اللي بيعمل respiration لكن في التستي تي 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 نامبر دي عندي ال см وفي نفس الوقت مفيش photosynthesis ורה استعود الأكسجن فكمية الأكسجن سي BUR同 هتبقى اعلى حاجة في التستي تي تي minimalist دي. آآ تمام اللي بعده بيقول لي طيب انا بسرعة قبل ما اكمل آآ بفكرك بالاوروبانش بلانت ده ان هو بيحصل له على بياخد منهم آآ الميد فود ما بيقدرش يعمل هو 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 بيعتبر بيعتمد على في كل ما هو قادم حاجة واحدة اللي هيختلق هيبقوا فيها طيب الكورن بلانت ده اوتوترافيك اوكي اوتوترافيك وده هتروترافيك لازم تكتب المعلومة اللي هتساعدك في الايجابة هتروترافيك طيب آآ فبيقول لي آآ منطقة اختلاف ما بينهم هو بيقولك ديفر ها هو بيقولك ديفرز فرام اتش اوذر آآ في في كل اللي جاي آآ بيختلف عن بعض في performance of photosynthesis process. واحد بيعمل اللي هو الكورن والتاني لا. fixation of carbon dioxide. طيب ما هو fixation of carbon dioxide ده بيحصل من خلال dark reaction بتاع photosynthesis process. طيب الكورن هيعملها والقوروبانش مش هيعملها. converting low energy compounds to high energy compounds. ده الconcept بتاع photosynthesis. ان انا بجيب الكربون dioxide والووتر من environment وبحولهم لorganic substance. ده برضو بيحصل من خلال photosynthesis اللي في الكورن ما بتحصلش في الاوروبانش اللي هو الهتروترافك. converting organic compounds into in organic compounds. يعني ايه ان نعمل conversion من organic ل in organic. دي اللي هي cellular respiration. ان انا ببدأ بالجلوكوز. واحوله into carbon dioxide and water. دي اللي هي cellular respiration. وطبعا احنا عارفين ان cellular respiration دي بتحصل in all plants. اه in all living organisms. يعني سواء الاوتوترافيك او الهتروترافيك. يعني اللي اتنين هنا هيقوموا بنفس الprocess دي. اللي هي cellular respiration. وهو ده الحاجة اللي بيسأل عنا. الحاجة common ما بين الاتنين. هما كانوا بيختلفوا في three process اللي فاتوا. الحاجة الوحيدة اللي بيبقوا هما اللي اتنين فيها متشابهين في آآ هي عملية cellular respiration. انه هيحول الارجانيك كومباوند into in organic compound. اه question 10. in which of the following plants do you expect that the osmotic pressure is vanished? the vanished يعني يعني very small. كمية الاظماتيك براشر very small. هل في القطن ولا في البين ولا في الميز ولا في ال penis plant. آآ شباب هي المعلومة دي general knowledge ما لهاش علاقة آآ بما درسناه احنا آآ هو طبعا القطن والبين والميز التلاتة دول آآ كلهم فيهم بتاعهم آآ آآ is high الوحيد اللي هو آآ مختلف عنهم هو ال penis plant ال penis plant اللي هو نباتة السنوبر ده من الاشجار اللي هي آآ آآ او اشجار معمرة آآ الاشجار المعمرة دي آآ فيها حاجة غريبة في ال penis plant ده ان هو ال osmotic pressure بتاعه بيبقى قليل قليل جدا آآ ال penis plant دي من الاشجار اللي هي لها آآ high آآ طولنس طويلة جدا آآ وبتبقى في بعض الاماكن تبقى طويلة وفي بعض الاماكن تبقى شورت. في نفس الوقت ان الليفز بتاعتها بتبقى نيدل شابد الليفز بتاعها بيبقى في بعض الاحيان بيعلى وبيقل هو بيعتمد على بتاعت الترانس بيريشن في عملية الاسن دينج اف ووتر يعني الترانس بيريشن اللي هو بيعمل ايه افا بيريشن ووتر بالنسبة عالية هو ده اللي بيساعد على عملية الاسن دينج اف ووتر خلال الستم بتاعتها question 11 what happens to كيتو جلوتاريك أسد when it is converted into ساكسينيك أسد during سلولوز respiration اللي بيحصل لتكيتو جلوتاريك أسد لما بيتحاول ساكسينيك أسد أثناء السلولوز during سلول respiration هل هو طبعا لا هوا ما عملش consumption هوا عمل loss للكربون هال اللي احنا بنقول عليه oxidation process أثناء الكرب cycle by loss of electrons يبقى الإجابة هتكون number d اللي هي loses electrons الـ question number 12 which of the following represents the reactants أو substrate for each of enzyme A B respectively مين في دول يمثل أو substrate آآ تعال نشوف ده كده شكل الانزايم طبعا السبستريب بتاعه لازم يكون similar لي وكلمة respectively يعني هنمشي بالترتيب من الشبيه لي آآ زي ما انتا شايف هو الأكس أكتر آآ شبها دي لأنه هده اللي هيعمل fitting هنا آآ بالنسبة للإنزايم بي الشكل المناسب اللي يعمل fitting ليه هو الزد آآ يبقى احنا هنقول X Z اللي هو answer number D X اللي هو مع A وZ مع B ونمشي respectively زي ما هو طالب يبقى الانسر number D طيب question number 13 which of the following doesn't agree doesn't agree with glycolysis reactions and the reactions which occur in the chloroplast stroma آآ طيب both of them need energy الجليcolysis بيحتاج لانرجي أو طبعا احنا بنقول ان فيه two ATP molecules بنستخدمهم في البداية علشان نعمل breaking down للجلوكوز آآ الرياكشنز اللي بتحصل في السترومة اللي هي مين اللي هي dark reactions dark reactions دي اللي هي بنعمل فيها ايه بنجيب ATP من light reaction يبقى آآ برضو بتحتاج لانرجي بقى الاتنين هنا agree طيب في حالة في واحدة من الستابس بتاعتها كان بيبقى فيه بيجال كمباون بيتكون وطبعا في dark reaction ده اول stable compound بتكون بيحصل برضو في الكلورو بلاست استرومة question c each of them occur in many steps طبعا احنا عارفين الجليكولز بتحصل في كذا step وانه ال enzymatic reactions اللي بتحصل في dark reaction برضو through series of chemical actions each of them produces carbon dioxide طبعا الاجابة دي هي الغلط هي دي اللي doesn't agree لانه في الجليكولز ما كان يطلع علينا carbon dioxide كان بيطلع علينا ناد HO2 ATP ده ناد رازلت وفي الكلوروبلاست استرومة احنا كنا بنستخدم carbon dioxide علشان نحضر بي الجلوكوز فيبقى الانسر دي هي الغلط طيب question 14 which of the following graphs expresses the efficiency of air sex اللي هي الالveoli in the two lungs مين في دول بيعبر عن l-efficiency of air sex اي او قدرتها على الفنكشن بتاعتها in the two lungs هل ونقرأ الجراف كويس amount of transferred oxygen على ال y axis كمية ال transfer the oxygen على y axis وهنا على ال x axis طيب لو احنا كل ما زودنا آم ال thickness كل ما نزود thickness بتاع ال helveoli wool هل ده حيساعد على نقل كمية اكبر من ال oxygen احنا هنا بنعم relation ما بين sickness بتاع ال and transfer هل لما بنزود thickness بتاع ال ده حيزود كمية ال oxygen ولا هيقللها طبعا هيقللها لان احنا عارفين ان ال oxygen هنا او ال gaza in general بيحصل لها transfer من خلال ال diffusion لازم ال walls دي تكون آم thin walls فيبقى كل ما قل thickness كل ما زادت كمية ال oxygen transferred هنا يبقى ال relation هنا ايه احنا كل ما حنقلل كل ما حيزيد كمية ال oxygen دي يبقى معنا كده واللي بيعبر عن ال relation دي هي ال graph number c طيب question 15 which of the following occurs when placing in a salt solution whose temperature is 90 degrees silisius وهنا نقف عند كلمة 90 degrees دي عشان هي دي الكي ويرد اللي بيها هتفكر في السؤال water and salt absorption stops completely طبعا طبعا من قبل ما كمل الاختيارات هي طبعا الحاجات دي كلها هتوقف لان 90 degrees دي بالنسبالي هتعمل killing لل protoplasm ايه هو ال protoplasm اللي هو السيتو بلازم وال هتعمل ل فانا بالتالي مش هحتاج او مش هاقدر استخدم الحاجات اللي هي الووتر and salt absorption بس كل الحاجات هيحصل لها ايه آآ stop يبقى water and salt absorption stops completely ولا salt absorption stops and water absorption ده لأ طبعا water and salt stop partially water absorption stops بس هي كل الحاجات هتتوقف كلها هتتوقف لانه حصل كلينج لي الplant cell هنا by high temperature طيب question 16 the presence of a layer of cambium in the stem of a dicot plant leads to وجود اللayer of cambium in the stem بتأدي لإيه an increase in the transport rate قبل ما نكمل الاختيارات انت فاكر الكامبيم ده كان وظيفته ايه ادي كده دي اللي هي الvascular bundle والvascular bundle مقسوم النصين هنا ده اللي هو البرة وده الزيلم اللي هو internally directed internally والكامبيم هو الموجود ما بينهم فبيقول لي ان ال presence of layer of cambium هنا in the stem leads to an increase in the transport rate حيأجل زيادة معدل ال transportation wideness in the secondary zylum cavities يوسع لي في بتاعات secondary zylum decrease in the stem support ملاش علاقة خالص دي هنبدأ نعمل exclusion لبعض ال answers decrease in the stem support لأ increase in the lens of floim tubes ما لهاش علاقة بالlens بتاع floim tubes هي الكامبيا موظفتها جمعها بتديني هي meristematic cells بتبدأ تدين division outside تديني floim وinside تديني zylum فيبقى لما تديني zylum و floim بتعمل division تدين zylum floim يبقى معنى كده انها بتزود ال rate بتاع transportation لأنا بتزود ال transportation vessels سواء zylum أو floim طيب نشوف ال test tube number one بيقول لي هنا فيها amylase ال amylase هيشتغل في وجود الوطر على ال star دي اللي هي موجودة فين في الماوس احنا عارفين ان ال star هنا هيتحاول into ملتوز والملتوز ده كده يعني معنى كده ان هو مش ال final product محصلش complete digestion هنا يبقى ال age مرفوضة ال test tube to water and the fats في وجود ال lypase وجود ال bile هنا هيتحاول ال fats by bile into small globules هيشتغل عليها ال lypase يحاول هالي into fatty acid and glycerol هنا حصل complete digestion وال ph بتاعتنا كانت مناسبة جدا اللي هي 8 اللي هي في ال deudinum and small intestine يعني انا هنا حاولتها لل final form اللي هي ال fatty acids and glycerol لان ال bile وال laipase مع بعض بيكملوا ال digestion بتاع الفات التاست فيها فيها في نفس الميديم اللي هو ph 8 احنا عارفين ان ال bile ما بيعملش حاجة غير ان هو بيعمل يصغر لي عشان يشتغل عليها ال lypase يبقى هنا دي ما فيش lypase فيبقى ما فيش complete digestion لل fats just حصل يبقى 3D غلط ما فيش complete digestion فيها يبقى question 18 بيقول لي the opposite figure shows the connection between two veins connection between two veins which of the following shows the direction of venus blood طيب هو connection between two veins اجي هنا B وهنا C وهنا A وال valve بيقول لي عايز يعرف ال direction of venus blood هيمشي ازاي طبعا انت تبص على ال valves اللي هيهم منها كده اتجاهات ال valves ازاي ال valves هي اللي هتحددلي اتجاه ال blood طالما ال valves going downward كده يبقى معنا كده انه ال blood بيتحرك في الاتجاه اللي هو ازاي هيتحرك كده خلينا باللون blue عشان ده لون في الفين زي بيبقى دي oxygenated blood هنمشي كده بي و سي ويروح لل valve اللي هي بتاعة ال a يبقى هنا b بيروح هو بيقول لي هنا c رايح لل a صح وال a رايح لل b غلط اللي جابه دي غلط ال b رايح لل c وال a رايح لل c برضو غلط ال a رايح لل c وال a رايح لل b كلام ده غلط ال c رايح لل a وال b رايح لل a هو ده اللي احنا ماشي مع ال diagraim اللي احنا بنقوله اللي موجود في c هيروح لل a واللي موجود في b هيروح لل a ده ال direction اللي مفروض نمشي به طيب question number 19 which of the following is responsible for irrigation in plant leaves انهي تشو مسؤول عن ال irrigation هل ال palisade احنا عارفين ان ال palisade ده بتبقى columnar cells وبتبقى adjacent to each other ما فيش اي spaces ما بينهم فما فيش irrigation هنا احنا عارفين ان ال spongy هو اللي بتبقى السلز بتاعته فيها مسافات ما بيبقاش closely arranged بيسمح بال irrigation ال colin chyma لا احنا عارفين ان ال colin chyma بتبقى ال walls بتاعتها بتبقى ثيكن بايس اللي لوز وما فيش اي spaces ما بينها ال vascular the transportation system ملوش علاقة بال irrigation خالص يبقى هي الانسور بتاعتنا هتبقى number b question 20 during oxidation of maltose molecule the number of resulted ATP molecules directly from krebs cycle is اثناء oxidation of maltose oxidation of maltose ده يعني معناها ان انا بعمله breaking down وبعمل release للenergy stored جوة البونز بتاعته عدد number of resulted ATP molecules directly from krebs cycle طيب هو احنا ما اخدناش الملتوز احنا اخدنا الجلوكوز صح وعرفنا ان الجلوكوز molecule بيطلع منه في krebs cycle كام ATP بيطلع اثنين ATP اللفة الواحدة واتطلع وان ATP واللفتين اللي هما للجلوكوز كامل بيطلع لي اثنين ATP طيب وانا عندي الملتوز ده عبارة عن اثنين جلوكوز مع بعض فيبقى كده اثنين جلوكوز يعني هيطلع لي الرزل بتاعي ايه ده times 2 يبقى هيطلع لي 4 ATP molecules question 21 human body contains a group of fluids that differ in the structure which of the following expresses the components of plasma هل water urea antibodies white blood cells طبعا احنا عارفين انه كل components دي موجودة في البلازمة الووتر ده 90% من البلازمة اليوريا ده is a byproduct فطبعا بيبقى كارت باي بلازمة هيبقى موجود فيها لحد ما يبقى excreted outside من خلال اليورين antibodies اكيد موجودة والwhite blood cells دي واحدة من components هيبقى الانسر بتاعتنا هي number c question 22 explain the length plays an indirect role in the blood clotting اه ايه الدور اللي بيلعبه اللمث في blood clotting هي in direct زي ما هو بيقول هي حاجة غير مباشرة عن طريق انه اه احنا عرفين ال blood clotting بيتامين كي بيحتاج لفيتامين كي والفيتامين كي ده is used for conversion of pro-shrombin into shrombin يعني الفيتامين كي ده بيلعب دور مهم جدا في عملية ال conversion of pro-shrombin into shrombin الفيتامين كي ده بيبقى كارد لانه insoluble in water فبيبقى كارد through the lymph كارد فيتامين كي كارد through the lymph by lymph علشان ده water insoluble يبقى هنا الفيتامين كي اللي هو which plays an important role in conversion of pro-shrombin into shrombin is carried by the lymph as it is water insoluble till reaching لفين لحد ما بيوصل احنا عارفين ان الليمث بيوصل لل superior vena كاف يبقى ميكسد مع البلد to be pumped through the heart يبقى اهم حاجة الكي ورد اللي انت حتقولها هنا هي فيتامين k اللي هو water insoluble carried by the lymph or vitamin k plays an important role in clotting blood clotting by converting pro-shrombin into thrombin question 23 in the opposite figure what happens in case of the absence of part y from the structure x part y دي اللي احنا شايفينها قدامنا دي representing لي ال cell vacu طيب يعني لو cell vacu دي مش موجودة هو مفروض ان cell vacu d containing high concentration من salt او الساب الساب اللي هو highly concentrated solution طيب يبقى معنى كده لو cell sap ده او vacu is not present هيحصل ايه هو الساب ده هو اللي بيساعد على ال osmotic pressure على وجود difference in osmosis in and out يبقى معنى كده انه لو cell sap is not present there is no osmotic pressure يبقى root here will not be able to absorb water يبقى انا حكتب ايه هنا حكتب هيحصل ايه no osmotic pressure مش هيبقى عندي osmotic pressure so no فبالتالي مش هيبقى عندي ايه water absorption no water will not be absorbed water won't be absorbed خلاص يبقى ده اللي حيتكتب في جزء ده ما فيش ليه كده لانه cell sap is not present طبعا في اجابتك لازم توضح انه ال y ده اللي هو ال vacuum وال x اللي هي root hair لازم تكتب الكلمتين دول وبعدين تقول بقى اللي هي حيحصل question 24 what is the relation between the conversions of ATP into ADP and the change in the compounds during glycolysis بنقول ان احنا during glycolysis كان بيحصل conversion into different compounds الجلوكوز بتحاول لفراجتوز 6 فوسفيت وبعدين الفراجتوز 6 فوسفيت بتحاول لفراجتوز 1 6 diphosphate تبكونا بنجيب الفوسفيت groups دي منين من ATP molecules يبا الريلشن هنا in ATP molecules ATP provides the phosphate groups the dina phosphate groups which are used in the conversion of glucose into other compounds like fractose 6 phosphate fractose 1 6 diphosphate fractose 6 phosphate fractose 1 6 diphosphate تمام يبقى ده الريلشن ما بين الكنين طيب الquestion اللي بعده بيقول لي the opposite figure illustrate the formation of a blood clot inside an artery of a certain muscle هي البلود clot هي ما كان هنا حصل فيها الارتري ده mentioned the name of the harmful substance that accumulates in the tissues of the muscle explain your answer طيب هي البلود clot هنا لما هتحصل في الارتري المشكلة اللي هتحصل عندنا هنا انه الاكسجين مش هيقدر يدخل الاكسجين will not be able to enter in into the muscle طيب once the اكسجين حصل فيها deficiency يبقى معنى كده انه المسل دي هتعمل ايه هتعمل anaerobic respiration والانيرobic respiration هنا هيؤدي لل formation of lactic acid والlactic acid ده بيبقى very painful للمسل بيعمل cramps يبقى هنا mention the name of the harmful substance هي lactic acid هي ده the harmful substance explain الانسير حتقول له due to the blood clot هنا الoxygen supply will be very small causing anaerobic respiration and the production of lactic acid question 26 بيقال is formed during two important processes that you have studied determine the role of this compound in each of the two processes اللي حصل فيهم ذكر ل البيقال اول واحدة في الفوتو census during the dark reaction اثناء dark reaction كان بيحصل ايه انه البيقال is the first stable compound formed كان اول compound بتكون اللي حيدخل during series of chemical reactions عشان يدينا الجلوكوز والكربو hydrate والكربو hydrate in general والفات والبروتين ده كان اول استخدام اول رول شفنا للبيقال ده second type كان في الجلايكوليسز اثناء الجلايكوليسز كان بيتكون لنا البيقال compound البيقال compound اللي بيوصلنا في الاخر الجلايكوليسز اللي بيوصلنا في الاخر لتكوين لتكوين ايه انه البيقال بيتحول into pyrovic acid بديني بيحولني into pyrovic acid يبقى كده دول ال situation اللي حصل فيهم استخدام للبيقال ننقل على question number 27 from the opposite figure deduce which of the two structures number one or two contains a lower percentage من فيهم اللي حيكون في lower percentage of glucose concentration explain your answer طيب تعال نشوف كده التو structures اللي موجودين عندنا هنا بيقول لي structure number one هو عبار عن part of small intestine جزء من small intestine structure number two ده عبارة عن semi permeable membrane نفس اللانس هو هو وبره solution اللي بره ده عبارة عن diluted glucose solution و جو دي في diluted glucose solution برضو طيب يا ترى مين فيهم اللي حيبقى فيه بتاعت الجلوكوز حتقل طبعا احنا عارفين انه بالنسبة لل semi permeable membrane اللي هو في structure number two الس semi permeable membrane بيعمل بيعمل ده عنده ايه allow the passage of water بيعدي الواتر بيعدي ال بيعدي الواتر بيعمل control of some salts لكن ال amino acids وال glucose ما بيحصل لهم ش passage هنا amino acids by time اه نيجي هنا على structure number one ده part من small intestine احنا فين small intestine دي بيكون فيها V-lie والV-lie دي بتعمل absorption او بتسمح بالpassage بتاع الجلوكوز عشان يروح لل blood capillaries فالV-lie allow the passage of glucose ومعنى كده ان الجلوكوز هيبدأ يحصل له هيبدأ يحصل له passage to the outside يبقى هنا كمية الجلوكوز في structure number one will be decreased يبقى انت هتكتب ايه هتقوله انه structure number one the amount of glucose or concentration of glucose passage through the small intestine membrane containing the villi اما structure number two semi permeable membrane doesn't allow the passage of large molecules like glucose and amino acids لحد هنا نكون خلصنا الموضل exam number two يارب يكون دنيا وضحت بالنسبة لكم انا عارفة ان الاسئلة يعني في بعضها بيبقى direct او انت بتقدر توصله في اسئلة تانية بتبقى تقيلة شوية حتى احنا كتيرز بنعد نفكر فيها شوية لكن مع الحل الكتير ان شاء الله هتبدأ انت تتعلم ازاي تفكر في السؤال وتوصله لو في اي اسئلة ابعطوا لي في الكمانس وان شاء الله اجاوب عليها بيبقى اشتركوا في القناة